تم استئصال رجولتهم وليس قلوبهم اطلعوا على قصة حب عنيف بين أحد خصيان الحرملك العثماني وإحدى جوار السلطان في قلب اسطنبول القديمة تحت سطوة الإمبراطورية العثمانية كان توبكابي يضج بالحياة والسلطة كان الحرملك الذي يعني جناح النساء هو المكان الذي يحيط به الخصيان السود أولئك الذين فقدوا رجولتهم من أجل خدمة السلطان وسيداته بين هؤلاء الخصيان كان هناك رجل يدعى جميل كان جميل من أصل إفريقي ولد في قرية صغيرة تعيش في سلام تحت ظلال الأشجار الكثيفة ولد جميل في أسرة بسيطة وكان ابنا لأم حنونة وأب قوي عاش طفولته يلعب في المراعي الخضراء ويستمع إلى حكايات جده عده عن الأجداد والأبطال لكن حياته تغيرت عندما جاء تجار الرقيق إلى قريته وأخذوا العديد من الأطفال والشباب بالقوة وكان جميل من بينهم تم تقييدهم بالسلاسل واقتيادهم في رحلة طويلة وشقة عبر الصحراء والبحار بحار حتى وصلوا إلى أسواق الرقيق في الإمبراطورية العثمانية في إسطنبول تم بيع جميل في سوق الرقيق وتم اختياره ليصبح خصيا في قصر السلطان تم إجراء عملية الخصيلة وهي عملية مؤلمة لم ينسها جميل أبدا لكنه لم يستسلم للحزن بل قرر أن يتعلم ويتكيف مع حياته الجديدة أثبت جميل بمرور الوقت أنه يمتلك ذكاء فطريا وحكمة تتجاوز سنة تعلم اللغة التركية وأتقن فنون الخطابة والخدمة كان يتعامل مع الناس بلطف واحترام من جعله محبوبا بين زمائن زملائه والنساء في الحرملك بفضل ذكائه وأخلاقه رقي جميل ليصبح من خسيان الحرملك الرئيسيين كانت حياته اليومية مليئة بالواجبات والمسؤوليات كان يهتم بشؤون الحرملك ينظم الأمور ويسهر على راحة السيدات وعلى الرغم من فقدانه رجولته إلا أن قلبه ظل ينبض بمشاعر إنسانية عميقة في ذلك القصر الكبير كانت تعيش أيضا جارية بيضاء تدعى ليلة كانت ليلة من أصل أرمني ولدت في قرية جبلية صغيرة تعيش فيها أسرة عريقة ومعروفة بأخلاقها وحسن معاملتها للناس كانت ليلة لابنة الوحيدة لعائلة مزارعة بسيطة تمتاز بجمالها الفاتن وروحها الطيبة عاشت طفولتها محاطة بالحب والرعاية حيث كانت تساعد والديها في الحقول وتتعلم القراءة والكتابة على يد راهب القرية لكن الأوقات السعيدة لم تدن طويلا عندما بلغت ليلة سن السادسة عشرة غازت جيوش الإمبراطورية العثمانية قريتها في إحدى حملاتها التوسعية قتل العديد من سكان القرية في الهجوم وأسر الآخرون ليتم بيعهم كعبيد كانت ليلة من بين الذين أسروا وتم اقتيادها مع عدد من الفتيات الأخريات إلى اسطنبول وصلت ليلة إلى سوق النخاسة في اسطنبول حيث تم عرضها للبيع نظرا لجمالها الفائق وملامحها الفاتنة جذبت انتباه التجار والمسؤولين في القصر العثماني تم شراؤها وإحضارها إلى الحرملك جناح النساء في قصر السلطان حيث كان يتم تدريب الجواري على فنون وآداب القصر في هذا العالم المغلق وفي عام 1570 في عهد السلطان سليم الثاني التقت ليلة بجميل الخص الأسود الذي كان يتمتع بحكمة وذكاء لافتين بدأ جميل في خدمة ليلة بشكل خاص وكانت تقدره كثيرا لطيبته واهته واهتمامه الصادق بها مع مرور الوقت شعرت ليلة بمشاعر خاصة تجاه جميل لكنها كانت تخشى الاعتراف بها نظرا للقيود الصارمة في القصر تطورت مشاعر جميل تجاه ليلة بمرور الوقت وبدأ يكشف عن حبه بطريقة غير مباشرة من فلال الشعر والرسائل الغامضة لكن حبه كان محظورا وغير مقبول في إطار القصر الصارم رغم معرفته بالعواقد لم يستطع جميل كبح مشاعره وفي يوم من الأيام أثناء حديثهما أفصح جميل عن مشاعره بطريقة غير مباشرة شعرت ليلة بالدهشة والحيرة ولكنها أدركت في نفس الوقت مدى نقاء وصدق مشاعر جميل لم يمر وقت طويل حتى بدأ الكلام ينتشر في القصر حول علاقة جميل وليل وصل الخبر إلى آذان السلطان ساليم الذي غضب بشدة من هذا التعدي على حرمة الحرملك وعلى تقاليد الدولة أمر السلطان بالتحقيق في الأمر واكتشاف الحقيقة تم القبض على جميل واستجوابه لم ينكر جميل حبه لليل بل اعترف به بشجاعة معلنا أن قلبه لم يستطع أن يتحكم بمشاعره رغم ثقدانه لرجولته كان هذا الاعتراف بمثابة خيانة قبرى للسلطان وللنظام الحاكم أصدر السلطان ساليم الثاني حكما بالإعدام على جميل ليكون عبرة لكل من يتجرأ على انتهاك حرمة القصر وفي يوم مشهود تم إعدام جميل في ميدان عام وسط حشد كبير من الناس كانت عينه تلمعاني بالحزن لكنه لم يندم على حبه بل واجه مصيره بشجاعة كانت ليلة تشعر بالحزن العميق والندم لكنها لن تستطع فعل شيء لإنقاذه رحل جميل لكن قصته بقيت تروى بين جدران القصر وفي شوارع اسطنبول تذكارا لحب نقي لم يعرف حدودا ولا قوانين حب انتهى بمأساة لكنه لم يفقد يوما نبض قلبه وبقيت قصة جميل وليلة تروى كجزء من التاريخ العثماني تذكيرا بقوة الحب وصموده أمام أصعب الظروف ترجمة نانسي قنقر